مَا الَّذِي يَهُمُّنَا مِنَ السُّفْيَانِي؟ الَّذِي يَهُمُّنَا مِنَ السُّفْيَانِي؟ قضيتين القضية الأولى هناك قضيتان مهمتان جداً القضية الأولى أن ظهور السُّفْيَانِي قريب من ظهور إمام زماننا وهل هناك من قضية مهمة بالنسبة لنا أهم من هذه القضية فظهور السُّفْيَانِي إذا تأكدنا هذا هو السُّفْيَانِي ظهور السُّفْيَانِي علامة مهمة جداً 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 تشير إلى قرب ظهور إمام زماننا في غضون أشهر أقل من سنة أي فرح وأي سعادة هذه ولكن أي فتنة أيضاً القضية الثانية هي الفتنة الكبيرة التي ستقع فيها الشيعة لماذا؟ لأن الثقافة الشيعية ثقافة مستدبرة فإذا أراد الشيعة أن يصلح من حالهم عليهم أن يتداركوا أنفسهم قبل السُّفْيَاني كي يصلحوا هذه الثقافة المستدبرة ويعود إلى ثقافة آل محمد على المؤسسة الدينية قبل أن تخرج على إمام زمانها وتقول له ليس بالضرورة المراجع الموجودون ولكن هذه المؤسسة ستنتج جيلاً لم يكن في هذا العصر في عصر قادم ستنتج جيلاً كبيراً من الفقهاء والمراجع يقفون في وجه الإمام الحج السبب أين؟ السبب في أماكن السكن السبب في نوع الطعام في نوع الشراب في وسائل النقل في وسائل الإعلام أبداً السبب في المنهجية الفكرية السبب في الثقافة المستدبرة السبب في هذا الفكر الناصبي الذي أدخله علماء الشيعة بقصد ومن دون قصد بحسن نية بسوء نية بأي نية كانت أدخلوا الفكرة الناصبي في المؤسسة الدينية في الحوزة العلمية في المنبر الحسيني في الساحة الثقافية والعلمية والدينية الشيعية ولذلك هذا هو الذي سيقود المؤسسة الدينية أن تقف في وجه الإمام الحج وسيجعل الشيعة عموماً لأنهم يتبعون المؤسسة الدينية سيجعل الشيعة والقبائل الشيعية في مواجهة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وما ذلك بغريب ماذا لقي أمير المؤمنين من القبائل العربية في العراق ماذا لقي إمامنا الحسن كيف تصرفوا مع مسلم بن عقيل عاشوا راء وما أدراك ما عاشوا راء ألم تختصم القبائل في مسيرها إلى الكوفة بعد أن داست صدر الحسين بحوافر الخيول اختصموا على تقسيم الرؤوس حتى ورد في كتب السير أن عمر بن سعد أمر بقطع رأس الرضيع لأجل إسكاة بعض القبائل التي طمعت في عدد أكبر من الرؤوس هذه القبائل وهي القبائل وهذا الواقع هو الواقع وهذه الجذور هي الجذور ألم يقل شبث بن ربعي وهذا الكلام هم ينقلونه هذا موجود في تأريخ الطبري وفي غير تأريخ الطبري شبث بن ربعي أتعلمون كم كان عمره في يوم عاشراء على أقل الروايات بحسب تتبعي في كتب الأخبار كم كان عمره 69 سنة عفوا أنا أخطأت في الرقم ليس 69 وإنما 96 سنة في أقل الروايات كان عمر شبث بن ربعي 96 فلنقل مبالغة كان عمره في الثماني يعدونه في فقهاء العراق هو كان يقول قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده يعني الإمام الحسن قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده آل أبي سفيان ثم عدونا على ولده يشير إلى الإمام الحسين وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ابن سمية وشير إلى عبيد الله ابن زياد باعتبار 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 أن زياد أمه سمية وسمية زانية معروفة وكذاك هي مرجانة ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال هو يقول هذه كلمته في كتب القوم ضلال يا لك من ضلال والله لا يوفق أهل هذا المصر إلى خير أبدا ولا يسددهم إلى رشد ما هي القضية هي ربما تكون مخففة سيأتي الكلام سيأتي سيأتي الكلام تباعا نفس هذه الثقافة السابقة خففت بشكل آخر ما هي هي أليس الروايات التي قرأتها عليكم تشير إلى نفس هذه الحقيقة القضية في غاية الخطورة هذا كلام أهل البيت حتى لو قال قائل هذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة كون هذه الروايات ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام بحسب قذارات العلوم الحوزوية كون هذه الروايات ضعيفة لا يعني أنها لا يحتمل صحتها بدرجة خمسين في المئة هناك احتمال خمسون بالمئة ليست صحيحة وهناك احتمال خمسون بالمئة أنها صحيحة إذا كان هذا الاحتمال موجوداً هل الإنسان يخاطر فيكون عدواً لصاحب الزمان ويكون قتيلاً بسيف صاحب الزمان بسبب قذارات علم الرجال قذارات علم الأصول التي جاء بها فلان وفلان وفلان من علماء الشيعة ومن هؤلاء وهؤلاء ماذا ينفعونكم ماذا ينفعونكم هؤلاء هؤلاء لن يستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم لساننا جميعاً لسان الجميع إننا لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا بعثاً ولا نشوراً لا نملك شيئاً هذه الحقيقة حقيقة الإنسان هذه إذا أردنا أن نبحث عن نفع أو عن ضر فهو باللجوء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدفع الضر عننا وهو الذي يكون سبباً لجلب النفع إلينا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة حب الحجة بن الحسن هو هو حسنة لا تضر معها سيئة الكون معه حسنة لا تضر معها سيئة وعدم الكون معه سيئة لا تنفع معها حسنة هذا إذا كان توجد حسنة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر